السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على الكرم والسلام على الإيمان والسلام على طيبة القلوب والسلام على الأخلاق الحسنة السلام عليكم يا أهل ينبع ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يُسبِغ على ينبع وعلى أهلها نعمته ظاهرةً وباطلة وأسأل الله أن يعمر هذا البلد الكريم وأن يجعل أهله مباركين أينما كانوا وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم من أحبابه اللهم كما جمعتنا وأكرمتنا أن نجتمع في بيت من بيوتك نتلو كتابك ونتدارسه بيننا اللهم فإن نسألك أن تجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتذكرهم يا ربنا فيمن عندك وتنزل عليهم السكينة اللهم اقضي حاجاتنا واغفر ذنوبنا وارفع درجاتنا وأصلح ذرياتنا واقضي ديوننا واجعلنا من أحبابك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا الخير اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم وما نزل فيه من بلاء فاصرفه عنا واصرفنا عنه اللهم اصرفه عنا واصرفنا عنه اللهم وكما نزلنا ضيوفا في بيت من بيوتك نترو كتابك ونتدارسه بيننا اللهم فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين من رحمة يا رب العالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه فأقبل إليها يوما ودعاها إلى الإسلام وأكثر عليها وكان أبو هريرة شابا نشأ يتيما وكان في ديار دوس قريب من الباحة وما حولها فأسلم وهو صغير ثم أقبل إلى المدينة وعمره ست وعشرون سنة وجاء بأمه معه لأنه يتيم وليس له في الدنيا إلا هذه الأم وليس لها إلا هذا الورد فأقبل أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا رسول الله إني أريد أن أحضر معك وأطلب معك الحديث وأحفظه فصار ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وصار كلما جلس مع أمه يحدثها بالأحاديث ويدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه وظلت أمه مشركة فأكثر عليها يوما جاء إليها يوما وأكثر عليها يدعوها إلى الإسلام فغضبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى أبو هريرة هذه أمي ماذا أفعل بكى ثم مضى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته فلما حرك الباب ودخل وإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيرجع أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أمي أسلمت أسلمت فرحان يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما قال أبو هريرة فوالله ما سمع بي بعدها عبد مؤمن إلا أحبني وأحب أمي هذا نوع من استجابة الله تعالى لدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وفي يوم آخر يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس وفي أثناء خطبته يدخل رجل رجل قد رأى دوابه تموت بين يديه من شدة العطش ما في عشب ورأى مزرعته تجف وتيبس ما في مطر فأقبل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان عليه الصلاة والسلام خطيباً تجتمع القلوب عليه والأبصار تقبل إليه فدخل هذا الرجل من ناحية المسجد وأخذ يصيح يا رسول الله يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب والرجل يكرر ليقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته يا رسول الله يا رسول الله فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته قال مالك ويحك مالك يعني ما الذي حصل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وجعل عليه الصلاة والسلام يدعو يقول أنا سراوي الحديث ورفعت بصري أنظر إلى السماء وكان مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف فكان بعض الصحابة يجلس في المكان الذي معه سقف فإذا رفع بصره استطاع أن ينظر إلى السماء يقول أنس ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة شمس محرقة ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة ليس فيه سحاب مجتمع ولا قزعة يعني ما في غيوم متفرقة فوالله ما هو إلا أن دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء السؤال هل سماع الدعاء واستجابته وخاص بالأنبياء أم أن الله تعالى قص علينا في كتابه قصصا لأقوام من رجال ونساء استجاب الله دعاءهم وإن لم يكونوا أنبياء هي امرأة كانت تعيش في قصر وزوجها لا يكاد أن يقصر عليها بشيء من مال وخدم وحشم وأرائك وكل ما تشتهيه موجود في هذا القصر فبعث الله تعالى موسى عليه السلام ودعى الناس إلى الإسلام وأرى الله تعالى قوم فرعون الآيات يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين لأن موسى عليه السلام كان فيه سمرة فكان يدخل يده في جيبه عند صدره أو في جيبه المعتاد الذي يوضع فيه المتاع فإذا أخرجها وإذا هي بيضاء ثم يرجعها وترجع سمراء معجزة فآمن به السحرة وبدأ الإيمان ينتشر فآمنت هذه المرأة آسية امرأة فرعون دخلت في الإسلام فأخذ فرعون يعذبها فلم يكن لها ملجأ ولا مهرب ولا طريق ولا باب تطرقه إلا باب الله جل وعلا فربطها فرعون كما ذكر المفسرون ربطها في الشمس على أربعة أوتاد وضعت على خشب وضربت أربعة أوتاد في جوانب الخشب وربطت يداها ورجلاها تحت الشمس وجعلوا يجلدونها لأجل أن ترجع عن إسلامها فدعت الله تعالى دعت الله تعالى بدعاء خلد الله تعالى هذا الدعاء وأبقاه ما هو هذا الدعاء ولماذا استجاب الله تعالى لها وما هي الآية التي رأتها بعينها وكيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه المرحلة في أن العبد إذا دع الله تعالى استجاب الله تعالى دعاءه وأصبح في مصاف هؤلاء الصالحين الأتقياء الأولياء قال الله جل وعلا وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ضرب الله مثلاً ليس للمؤمنات فقط لا بل حتى لكم أنتم أيها الرجال قال وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون وهي تعذب دعت الله تعالى بدعاء لم يذكر أن أحداً قبلها ولا بعدها دعا بمثل هذا الدعاء إذ قالت ربي ما قالت أدخلني الجنة بس لا اختارت الجار قبل الدار إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة طيب ما هو قصر فرعون عندك فيه الأرائك والخدم والحشم وما تريدين من طعام ومن شراب لا قصر فرعون هذا لا يقارن ببيوت هناك في الجنة ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قال ابن كثير فاستجاب الله دعاءها فوراً وكشفت لها أبواب السماء ورأت بيتها في الجنة فتبسمت لما رأت استجابة دعائها تبسمت قال فعجب الذين عند فرعون يضربونها وتتبسم فرجعوا إلى فرعون قالوا زوجتك التي نعذبها فقدت عقلها فقدت عقلها تضحك ونحن نعذبها فأقبل إليها وإذا هي قد أسلمت روحها إلى بارها كيف نستطيع إذا نزلت بنا الكروبات واحتجنا إلى أن تنفرج الهموم والغموم كيف يستطيع المرء أن يصل إلى هذه المرحلة أن يدعو الله تعالى فيكون كما قال الله وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه إيش مشكلتنا نحن أصلاً معها الدعاء ما دام أن الله تعالى ذكر أنه ليس خاصاً بالأنبياء بل حتى غير الأنبياء من الأمم السابقة يدعون ويستجاب لهم كيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه المرحلة تعالوا نناقش هذه المسألة من خلال أربعة أمور الأمر الأول ينبغي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء بحد ذاته عبادة استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك لا تشغل نفسك وأنت تقول يا ربي إيش في ولدي المريض لا تشغل نفسك تقول طيب الله بيستجيب لي أو لا ما يستجيب لي هذا ماهو بشغلك أنت عليك تدعو استجابه وعدم استجابه هذه فوق عند رب العالمين لا تشغل نفسك بهذا كالذي تقول له لماذا ما تصوم يوم الأثنين فيقول قد أصوم ثم لا يتقبل الله مني يا أخي ماهو شغلك يتقبل لما يتقبل أنت أعمل الطاعة والله كريم يا أخي لماذا لا تتصدق على هذا الفقير قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني لا تشغل نفسك بهذا يتقبل ما يتقبل هذا ما هو بشغلك أنت القبول وعدم القبول هذا إلى الله سبحانه وتعالى لا تتدخل فيما لا يعنيك ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ها يا ربي ماذا قلت لنا ادعوني وإذا دعوناك إيش نستفيد أستجب لكم وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى الرزاق الغني الشافي الكريم ها يا ربي لماذا أخبرتنا بها الأسماء فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني قل يا شافي اشفني يا كريم أكرمني يا غني أغنني يا غفور اغفر لي وقال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي الله لا يحتاج إليكم ولا يرتفت إليكم لكن ما الذي يجعلك تتقرب إلى الله ورب العالمين يستجيب لك ويسمعك قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيش دعاؤكم لولا دعاؤكم فالدعاء بحد ذاته عبادة كما أن الصوم عبادة تلاوة القرآن عبادة التسبيح والتهليل عبادة كذلك يا ربي اشف مريضي يا ربي اقضي ديني يا ربي ارزقني ذرية صالحة يا ربي وفقني لكذا يا ربي اغفر لي يا ربي ارحمني يا ربي اشفني هذه كلها عبادات وإن لم ترى إجابة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله أحد ثلاثة أمور قال إما أن يستجيب له في الدنيا يعني قال يا ربي اشفي ولد المريض شفاه يا ربي اقضي ديني فما يمر عليه وقت لا قضي الديني يقول يا أخي سبحان الله استجاب الله دعائي يا ربي يسر لي إني أحج إني أعتمر إني كأهدي ولدي فيرى الهداية بعينه إما أن يستجيب له في الدنيا هذا الأول الثاني وإما أن يكف عنه شرا بدعاءه كمن يقول يا ربي اشفي ولدي المريض ويكون هناك قدر نازل أن الولد يشتد المرض عليه ويموت فإذا رفعت يدك تقول يا ربي اشفي ولدي المريض وارتفع الدعاء بطلب الشفاء ونزل القدر بالبلاء أن المرض يشتد فالدعاء يمسك البلاء ما ينزل فيبقى ولدك مريضا فتقول أنت يا أخي سبحان الله أنا صار لشهر أقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى ما نفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم لو لم تدعو لما تولدك مثل لو أن مديرا قرر أن أحد الموظفين يخصم الراتبه مثلا خمسمائة ريال هو يستلم مثلا الفين وخمسمائة بنزلها إلى الفين قال لأن هذا الموظف يستلم بدل أو علاوة معينة لا يستحقها خلاص قررنا ووقع المعاملة وجعلها عنده خلاص بتصدر للمحاسبة ثم أقبل عليه هذا الموظف ما يدري أن المدير مقرر منتهي أقبل عليها الموظف ودخل عليه وقدم له خطابا يطلب زيادة راتبه إلى ثلاثة آلاف وهما يدري في قرار نازل بالتخفيض إلى الفين ويقول أنا علي دين وعندي ولدي مريض وسيارتي قديمة وأنا علي تقصيد أرجوك أيها المدير ارفعها إلى ثلاثة آلاف فأخذ المدير الورقة الطلب وحطه عنده وخرج الموظف ثم قال المدير الآن نحن مقررين النزل راتبه إلى ألفين والمسكين يطلب ثلاثة آلاف تدري بلاش النزل راتبه خلاص إلغوا القرار الذي قررناه فيبقى هذا الموظف يقول والله يا أخي أنا قدم طلب الآن من سنة أن يرفع راتبه إلى ثلاثة آلاف هذا المدير بخيل ما استجاب لي ولا رحمني ولا راع ظروفي وهو لا يعلم أنه لو لم يقدم هذا الطلب لنزل راتبه إلى ألفين أنت عندما تدعو الله تعالى بدعوه يا ربي اقضي ديني يا ربي اقضي ديني ثم لا يقضى ربما كان هناك قدر نازل أنك تصدم بالسيارة ويزداد عليك الدين لكنك لما دعوت كف عنك ذلك البلاء وبقي دينك ألف ريال ما تحول إلى خمسة آلاف أنتبه لا تقول ما نفعني الدعاء أنت ما تعرف ما هو الغير وأحياناً نحن ندعو الله بشيء وهو في غير مصلحتنا فيصرفه الله عننا صرفاً ونحن لا ندري لا يكشف لنا الغير أذكر أن رجلاً عمره تقريباً في الستين وخطب فتاة عمرها في الثلاثين لم تتزوج بعد خطبها كزوجة ثانية ووافقت الفتاة يعني عقد له العقد الشرعي عليها وحدد الزواج بعد كذا شهر والرجل فرحان وقد تعلق قلبه بها ويمؤمل أنه يعيش حياة سعيدة معها بعد العقد بشهر تقريباً البنت تراجعت عن كلامها قالت خلاص ما أبغاه ليش؟ إيش السبب؟ هو في سبب؟ قالت ما أريده طيب خبرين ليش؟ قالت ما أريده وأدخل هذا الرجل كل من يعرف أدخلهم واسطات إلا أنا أريدها وأنا جهزت البيت يا جماعة وأنا كذا وتعلقت بها فأصرت البنت حتى طلقت ثم بعد طلاقها بمدة يسيرة خطبها رجل من أقاربه أكبر منه سنًا وأنا أعرف الثلاثة كلهم الرجلين والفتاة فوافقت وتزوجته فكاد قلب الأول أن ينفطر وكان قبل يقول يا ربي إنك تهديها وتخليها توافق يا رب ولم يستجب دعاه بعد زواجها بهذا الرجل الجديد الذي هو أكبر سنًا من ذاك بعد زواجها منه بثلاثة أسابيع أو أربعة اكتشف عندها السرطان في الثدي الأيسر فلم يزل يراجع بها المستشفيات حتى قطعوا الثدي بعد قطعه بمدة يسيرة ما تعدت شهر اكتشف السرطان في الثدي الثاني فقطع ثم بعدها بشهرين تقريباً وأنا أعرف الحالة وقفت عليها بنفسي وبعد شهرين أو ثلاثة صار عندها مشكلة نزيف في الدماغ ثم أصيبت بالعماء خلال بعد زواجها بأقل من سنة تسعة أشهر تقريباً توفيت فكنت أقول في نفسي سبحان الله ذاك الرجل يدعو الله ويبتهل ويكثر يا رب زوجنيها يا رب زوجنيها والله يصرفها عنه لأنك بزواجك منها تريد المتعة والبقاء معها وترزق منها بذرية والله تعالى يعلم أن هذا لن يحصل لك وأنك ستنفق مالك وتؤثث البيت وتنفق الأموال في علاجها فصرفها الله عنك رحمة بك وأنت لا تعلم ولذلك قد تقول يا رب زوجني فلانه يا رب والله يعلم أنه ليس خيراً لك فيصرفه عنك ولذلك اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك يقول ابن القيم ولو كشف الغيب لنا لو كشف الغيب لو كشف لك الأربعين سنة الجاية كلها أمامك وقيل لك يا ترى الله اختار لك أنك تسكن هالبيت تريد هالبيت ولا البيت اللي جنبه الله اختار لك تتزوج هالفتاة قدر لك هذا تريدها ولا تريد تغير الله اختار لك أنك ترزق بهالأولاد ولا دين وبنت ولا ثلاث بنات ولد ولا تريد هذا ولا غيره يقول ابن القيم والله لو كشف الغيب ثم قيل العبد اختر لما وجد اختياراً اختياراً احسن ولا افضل ولا ارحم به من اختيار الله له يقول وقد قال بعض السلف لو خيرني الله يوم القيامة أن يحاسبني هو أو أن تحاسبني أمي لقلت يا ربي حاسبني أنت فأنت أرحم بي من أمي قال عليه الصلاة والسلام إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرًا بدعائه الثالثة وهي أحلاها قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر مدام الدعاء بها الطريقة إذا نكثر قال الله أكثر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب وسل الذي أبوابه لا تحجب وكلما صار العبد ملحًا في الدعاء أحبه الله تعالى أكثر وأكثر لأنك بإلحاحك تثبت أنه لا ملجأ لي يا ربي إلا أنت من الذي يشفي مريضي إلا أنت من الذي يقضي ديني إلا أنت من الذي يهدي ولدي الضال إلا أنت من الذي يصلح ما بيني وبين زوجتي إلا أنت أنا ما لي ملجأ إلا أنت ولا في باب أطرقه إلا بابك أنا وين أروح يا ربي كلما أصبحت تلجأ أكثر صارت استجابة الدعاء إليك أقرب يقول ابن القيم ومثل ذلك كمثل غلام غاضبته أمه يقول مثل العبد مع ربه في الدعاء كمثل غلام غاضبته أمه ولد سو إزعاج في البيت وغضبت عليه أمه وصرخت عليه وتضاربت معه وطردته من البيت يقول فمضى الغلام ومشى خطوات في الطريق ثم جعل يلتفت يمين ويسار الحر شديد والشمس حارة وعطش وجوع وجعل الولد يتلفت في الطريق وين يروح ما له إلا البيت الذي أخرج منه هو أرحم البيوت به وأكرم البيوت عليه وألطف البيوت في التعامل معه وألذ البيوت طعاماً وشراباً وكسوةً وين يروح الولد يقول فجعل الولد يطوف ويتفكر ثم رجع إلى البيت وطرق الباب فلم تستجب له أمه وجعل يبكي ويقول يا أم ما لملجأ إلا أنت وين روح يا أم ما لملجأ إلا هالبيت يا أم ارحميني يا أم يتعبتني الشمس يقول فبمقدار دعائه وتملقه واسترحامه لأمه يكون عطف أمه عليه ولذلك الأم تتصبر والولد يبكي عند الباب يا أمه آخر مرة يا أمه سامحيني يا أمه خراص أما أعيد الغلط مرة ثانية يا أمي يا أمي ثم تجد الأم تحاول تتحمل فلا تستطيع فتفتح الأم الباب وأول شيء تفعلها إيش تضربه تتوقع ماذا تفعل تضمه وتعطيه من الحنان أضعاف ما كان هذا الولد يؤمل الله أرحم بك إذا وقعت في الكربة من الأم بولدها لما انتهت معركة حنين وجمعت الغناء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل الطائف اللي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه معركة حنين كانوا قد خرجوا بنسائهم وأطفالهم مالك بن عوف النصري اللي هو رئيس أهل الطائف في ذلك الحين خرج بالنساء والصبيان ويقول أريد الرجل أن يقاتل قتالاً مستميتاً دفاعاً عن زوجته وأطفاله اللي معه وإذا بالهزيمة تقع عليهم ويجمع النساء والأطفال في مكان حرب يرتبون النساء والأطفال الرجال يعطى لهؤلاء طعام لهؤلاء طعام الحرب لسه منتهية فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح يرتاح في مكان المعركة الآن ما بعد وصلوا للمدينة جلس يرتاح ثم نظر يتأكد من فيه جابوا للنساء طعام جابوا للأطفال طعام يتأكد من الوضع فرأ امرأة تطوف في السبي تطوف بين النساء والصبيان وكلما رأت صبيا رفعته ونظرت إليه ثم وضعته وكلما رأت صبيا فعلت به ذلك فعلم كل من رآها أنها امرأة تبحث عن رضيعها عن وليدها فجعل عليه الصلاة والسلام يتأمل يعني يترب تلقى الولد ولا ما تلقاه ستجده ولا ما تجده فبينما هي تبحث والصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر نظروا معه فرأت صبيا فرفعته ثم أخذته وقبلته وشمته ثم ألقمته ثديها وتعلقت به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أترون هذه تتوقعونها المرأة التي صار لها وقت وهي في الشمس تدور بين الصبيان يكاد ثديها أن يتفجر باللبن شوقا إلى صبيها قد طال شوقه وشوقها وعظم همه وهمها وهي المسكينة تطوف بعد نهاية الحرب ما تدري زوجها حي ولا ميت والطفل حي ولا ميت تتوقعونها المرأة بعدما لقيت الصبي وصار الصبي في حضنها وقد بدأ يرضع من ثديها أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار تتوقعون لو أشعلنا نارا وقلنا لها ارمي الولد في النار يحترق هل توافق أترون هذه طارحة ولدها في النار فعجب الصحابة من السؤال قالوا ماذا تطرحه في النار لا والله يا رسول الله والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه معقول إلا إذا أخذناه بالقوة لكن معقول نقول اطرحيه في النار وتوافق لا والله يا رسول الله لا تفعل كيف تفعل وقد ضمته إلى صدرها والقمته ثديها وتعلقت به وسكن سكن عنها شوقها كيف تفعل فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها ولذلك أنت إذا وقعت في كربة اعلم أنك لما تقول يا رب أنت تنادي ربا يسمعك ويراك ويعلم أنك صادق في دعائك ويعلم بمقدار كربتك تدعو ربا يعلم آلامك ويعلم حاجتك ويعلم حرجك في كثرة الدين عليك أو في مرضك ولا في همك وغمك وحاجتك تدعو ربا يعلم ما في قلبك لا يمكن أحد من الخلق تطلب منه يساعدك في حاجة ويكون يعيش قضيتك ويعرف واقعك ويدرك حاجتك ويعرف همك وغمك ومقدار حاجتك كما يعلمها رب العالمين ولذلك قبل ما تتوجه إلى أحد من الناس توجه إليه وقبل ما تفكر في أحد فكر فيه وقبل ما تلتفت إلى أحد التفت إليه الله تعالى يحب أن العبد أول ما تنزل به الحاجة يرفع بصره إليه يا ربي أنا ما ليغنى عنك صحيح أنا سأذهب إلى فلان وأستدين منه صحيح سأذهب بولدي إلى المستشفى صحيح لكن ما ليغنى عنك أنت الشافي وأنت الكافي وأنت الغني إذا أنت يا ربي ما عطيتني من يعطيني إذا لم يكن عول من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده الأمر الثالث لا تستعظمن شيئا تطلبه من رب العالمين لا تستعظم شيئا إلا الشيء اللي حرام ما يجوز واحد يقول اللهم اجعلني نبيا من أنبيائك ما يجوز تدعو أن الله يجعلك نبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء انتهينا أو واحد اللهم ازوجني عشرين امرأة ما يجوز تزوج أكثر من أربع الأشياء المحرمة ما يجوز يدعو بها لكن مهما عظم همك وكربك فاعلم أن الله تعالى أعظم منه بعض الناس قد تقول له مثلا أنت متزوج فيقول لك نعم تقول ما شاء الله من متى قال من عشرين سنة كم عندك من الأولاد فيقول والله لم أرزق بأولاد فتقول ادعو الله أن يرزقك أولادا فيقول والله يا أخي الطبيب يقول ميؤوس من حالتي سبحان الله وإذا يأس الطبيب من حالتك خلاص تغسل يدك أو تقول لها عليك دين قال نعم تقول طيب ادعو الله يعينك أنك تسدده قال يا أخي لكن الدين كثير وإذا صار كثير ما تدعو الله يعينك ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق الله تعالى يغير ما يشاء سبحانه وكم من رجل أصبح صحيحا وأمسى سقيما أو أصبح مريضا وأمسى صحيحا والله تعالى يفعل ما يشاء ولذلك ذكر الله في كتابه خبر زكريا عليه السلام القصص أيها الإخوة والأخوات اللي في القرآن متنوعة تريد قصص عن العقم تجد تريد قصص عن نصرة المضلوم تجد تريد قصص عن إغناء الفقير تجد متنوعة قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا زكريا تقدم به السن وزوجته تقدم بها السن ولم ترزق بأولاد وكان في شرعهم في شرعهم كان ما يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فهما له إلا هالمرأة وتقدم به السن ولم يرزق منها بأولاد فخشي زكريا أن يدعو أمام الناس فيضحكوا منه يقول أنت شايب وتدعو يا الله يرزقك أولاد من العجوز فنادى نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني عظم يا رب ما هو قوي أنا شيبت واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا طيب ماذا تريد أنت وهن عظمك واشتعل رأسك شيبا وامرأتك عاقر ماذا تريد هل قال فأحسن خاتمتي أو اقضي ديني أو اهد قومي لا فهب لي من لدنك وليا يهبك وليا تريد أولاد زكريا يعلم أن طلبه كبير لكنه يعلم أنه يقدمه لرب كبير لا تكبر عليه حاجة يقضيها ولا كربها يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها يعلم أنا أتعامل مع من ولذلك دعا كما تعاملت امرأة فرعون وقالت ابني لي عندك بيتا في الجنة واختارت الدار قبل الدار المرأة تدري أنا أتعامل مع من فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوبا واجعله رب رضيا يا رب اجعله ولدا صالحا ارتفعت الدعوات إلى السماء فقال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أنت إذا قدمت الطلب لازم تتابعه زكريا قدم الطلب يا ربي أنا أبغى عيال وقام في المحراب يقول يا ربي أبغى عيال يا ربي رزقني يا ربي رزقني يا ربي رزقني أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومد من الطرق للأبواب أن يريجا ما دعا وبعدين خلاص نسي الموضوع لا دعا ويذكر أن عندي طلب في السماء أريد تحقيقه إذا لازم أقوم بين يدي الله وقل يا ربي يا ربي يا ربي أعطني يا ربي أعطني يا ربي لا تنسني يا ربي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء ما صفاته مصدقا بكلمة من الله معجزة وسيدا وحصورا حصورا يعني عابدا ونبيا من الصالحين أنت تريده تقيا بس وصالحا الله جعله نبيا زكريا من شدة الفرح قال ربي اجعل لي آية يا ربي أنا أريد إذا حملت زوجتي أعرف ما أريد أني أنتظر حتى تظهر علامات الحمل عليها بعد شهرين ثلاثة أنا أريد أني أتلذذ بانتظار الخبر المفرح من أول ما يحصل قال ربي اجعل لي آية اجعل لي علامة قال آيتك العلامة إذا حملت زوجتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليالي سويا يعني إذا حملت زوجتك سنمسك لسانك عن القدرة على الكلام على الناس وأنت سوي لن تنقلب أبكم لا تبقى سوي لكن ثلاثة أيام ما تتكلم مع الناس بس دعاء واستغفر فجاء أول يوم طلع للناس اللي والله يتكلم طلع اليوم الثاني اللي يتكلم خرج بعد كم يوم أه إلا اللسان منعقد قال الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أوحى إليهم يعني أشار لهم أنسبحوا بكرة وعشية يعني أشكروا ربكم سيرزق نبيكم ولدا يكونوا من بعده نبيا ولذلك لا تستعظمنا شيئا تطلبه من رب العالمي أنا كنت في الحج وتكلمت عن الدعاء وذكرت قصة زكريا في إحدى الحملات فلما خرجت تبعني شخص وقال لي أنا عندي قصة تشبه قصة زكريا قلت ما هي فجلستنا وياه في خيمة قال أنا تزوجت وهو من أهل الشمال يعني بعض المناطق اللي بعيدة ربما عن يعني مناطق المستشفيات الكبيرة ونحوه يقول فلما حملت زوجتي سنتين ثلاث أربع فصرت آتي وأشتري التذاكر وآتي أنا وياها إلى الرياض إلى المستشفيات المتخصصة ونتعب هذه التحاليل وهذه أطفال أنابيب وهذه مدري إيش ومنشطات ويقول فكملت أكثر من ثمان سنوات وأنا كلما سلمت راتبي راح في المستشفيات يقول فأمسكني أحد الأطبة قال اسمعي يا أخي قلت نعم قال يا أخي يعني أنا رحمتك من كثر ما أراك عندنا وأعلم منك تروح مستشفيات أخرى أنت ذبحت نفسك وذبحت زوجتك يا أخي أنت ميؤوس من حالتك ارضى بقضاء الله وقدره خلاص أنت خلاص لا يمكن ترزق بأولاد لا يمكن قلت طيب يدك قال يا أخي يعني أنا طلعت على تحاليلك أنصحك أنك توقف خلاص أرضى بما قسم الله لك لا يمكن ترزق بأولاد انتهينا يقول والله رجعت وأجلس لما كملت 11 سنة مع زوجتي رأيت رؤية واتصلت على أحد المعبرين المعبر لا يعرفني ولا يعرف ظروفي السلام عليكم عليكم السلام أنا رأيت رؤية وعطيته إياها قال ما شاء الله مبروك زوجتك حامل يقول فضحكت قلت عندك تعبير آخر غير هذا رزق سيأتيك ولا نقل من وظيفتي ولا قال لا والله هذا اللي عنده زوجتك حامل قلت يا أخي زوجتي لا يمكن تحمل أنا وضعي كذا وكذا يعني عطني تعبير آخر قال والله هذا الذي ظهر لي قلت طيب زاك الله خير وقفلت السماعة يقول والله من شدة يعني استبعادي للموضوع حتى تحليل ما رحنا نحلل يقول بعد شهر نصف أو شهرين بدأت آثار حامل تطلع عليها حللنا إلا المرأة حامل ورزقت بولد يقول فلما أكمل الولد سنتين المرأة بدأت تأخذ إبر عادية عندنا من الصوصفات قلت لا خلينا نروح للطبيب نفس حقنا يقول جينا للرياض وبدأنا نعمل تحاليل يقول الطبيب ما يدري أصلا أنها حملت ولدت ما أخبرته يقول فقال يا مرحبا نشوف تاريخك العلاجي يعني ما يشجع يقول طيب اعمل تحاليل يقول عمل تحاليل وعمل بعض العمليات ما نجحت يقول فناداني أحد الأطباء قال يا أخي أنا أنصحك أنك خلاص لا تصرف فلوس أكثر قلت يا دكتور حاول ممكن إن شاء الله أنها تحمل اعملوا تحاليل اعملوا يقول فضرب الطبيب على الطاولة وقال يا أخي اسمع إذا الطاولة هذه ترزق بأولاد فأن ترزق بأولاد أنسى الموضوع أنسى الموضوع خلاص يقول فلما قال ذلك وطلع له البطاقة حقتي بطاقة الأسرة قلت بشرك أنا عندي ولد قال إيش قلت عندي ولد هذا هو قال يا أخي تحاليلك قلت ما هذا عندي ولد عمر السنة يقول فخفض رأسه ثم رفعه وقال طيب ممكن تجيب الولد نحل له يقول شك إن الولد مني ما هم إنه من غيري من شدة التحاليل قال ممكن تجيب الولد نحل له يقول وأجيب لهم الولد بعد سبعين ثلاثة ويحللون ويتأكدون أن تتبعي إلى هذه الدرجة يقول والآن يا شيخ ولدي عمره ثلاث أو أربع سنوات وأنا والله متيقن أن الله سيرزقني ولذلك ترى فيها جماعة أسرار ربانية وأحداث تقع يقف العالم بالطب أو العالم بالهندسة ولا العالم بأي شيء أمامها متحيرا يقول لك هذا ما أدر هذا ما هو هذا خارج مجال تخصصنا هذا هذا حصل حتى حتى غير المسلمين اليوم حتى غير المسلمين يقع أشياء في الطب لبعض المرضى فيقول هذا حصلت له معجزة ما ندري نحن تحالينا تقول كلام غير كذا هذا حصلت له معجزة ولذلك الله تعالى يقول كل يوم هو في شأن شأن يبدل يجعل هذا غنيا يغني هذا ويفقر هذا يبتلي هذا ويعافي هذا ينقل المال من هذا إلى هذا ينصر هذا ويعطي هذا وينقل الله تعالى كل يوم هو في شأن فالذي كل يوم يغير في الأقدار ما يشاء اسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لك من الخير ما تريد ولا تستعجل إجابة دعائك لا تستعجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء لا تستعجل إجابة دعائك ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه يعني واحد يقول يا كريم يا لطيف يا خبير يا ربي يا رحيم يا ربي ارحمني يا ربي احسن إلي يا ربي اشفي ولدي المريض فلو أن الله استجاب مباشرة وشفى الولد لتوقف الدعاء فيؤخر الله إجابة الدعاء ليستمر الرجل في دعائه فانتبه ترى العلاج يا جماعة إذا لم يستجب دعائك ليس العلاج أنك تتوقف عن الدعاء لا العلاج أنك تصر على هذا الدعاء الأمر الرابع وهو الأخير نحن يا جماعة مشكلتنا مع الدعاء أننا في كثير من الأحيان ما ندعو إلا عند الحاجة ما ندعو إلا عند الحاجة تجد الواحد ربما يدخل إلى المسجد ويأتي ويصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس والدعاء بين الأذان وليقامه مستجاب فيلتفت عن يمينه وإذا شاب يقول يا رب يا حي يا قيوم فيقول صاحبنا في نفسه آه هذا جارنا أحمد فعلا مسكين متخرج من أربع سنوات ما عنده وظيفة يدعو الله الله يرزقه الله يرزقه ثم يلتفت يسار وإذا الثاني يقول يا رب يا رب فيقول آه هذا أبو محمد جارنا فعلا ولده صار لحادث قبل أسبوع مسكين بين حياة الموت الله يعينه الله ثم يجي صاحبنا بيرفع يده أنا بخير فلوس عندي فلوس زوجة عندي زوجة عيال عندي عيال عندي بيت عندي سيارة وعندي أم وأبو وحبايب معي وعندي إخوان ما علي دين عيالي طيبين وصالحين ما بين وبين زوجتي مشاكل شكرا يا ربي ما أحتاج شيء خلص ما ما في دعاء دعني أعطني مصحف أقرأ ما أحتاج لازم تنزل بي يا ربي مصيبة عشان أدعو لازم ولدي يصدم ولا زوجتي يتصير بين وبينها مشكلة ولا واحد يسرقني عشان أدعو مدام يا ربي أنا بخير ترى من لن أدعو مع الأسف هذا حال كثير من الناس اليوم ما تجد أنه يجتهد ولا يقوم آخر الليل عشان يدعو ولا يبكر للمسجد ولا يدعو إلا إذا عنده مشكلة تعال انظر كيف كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شوف الدعاء الدعاء النبوي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي قال اللهم اللهم إيش اقضي ديني ما في دين إيش في مريضي ما في مريض اهدي أهلي ما هم مهديات زوجات عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أنت يا ربي أعطيتني نعمة الولد أعوذ بك من زوالها أعطيتني نعمة السمع أعوذ بك من زوالها أعطيتني نعمة البصر أعوذ بك من زوالها يا ربي أنت أعطيتني نعمة اللسان أعوذ بك من زوالها أنت يا ربي أعطيتني نعمة الستر علي أعوذ بك من زوالها اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك واحد من الشباب قرأ قصة قبل كم يوم يقول كنت جالس في الحرم المدني متسند على عمود وأقرأ يقول ففي شخص مر أمامي ثم رجع ثم ذهب ثم رجع وكل مرة يلتفت عليه وكأنه يريد شيئا ومحرج يقول سألت قلت يا أخي يعني عفونا ماذا تريد يقول فجاء عندي وقال يا أخي أنا في حاجة بس أنا محرج قلت إيش يعني قال أنا يداي هذه صناعيات كما ترى بلاستيك بس مجرد شكل يقول قلت والله واضح صحيح قال وأنا لا أخرج من البيت دائما إلا وقد وضأني أهلي ونظفوني وتوضيت وطلعت للمسجد بحيث أني ما أحتاج حمام حتى أرجع يقول لكن الآن فجأة حضرني قضاء الحاجة وأنا ماني قادر أصبر وما في أحد لو روح الحمام تورط مني بيرفع ملابسي ويرجع ملابسي ما في أحد فأنا قاعد أتأمل في وجوه الناس ورأيتك أطيبهم وجها ممكن تنزل معي تخدمني يقول ورحمته وحطيت مصحفي ونزلت معه للحمامات تحت ودخلت معه ورفعت عنه ملابسه وجلس ليقضي حاجته ثم خرج ثم ناداني تعال ونظفته كل هذا يا جماعة لأجل بس قضاء حاجة هذا لو عطش وأراد ماء كيف يصب له ماء من ثرامس الماء هذا لو أراد أن يرفع خبزة أو أن يقطعها أو أن يعد مالا قل دائما أعود بك من زوال نعمتك يا مناس كانوا في صحة وعافية وسلامة دائمة لكن في لمحة عين ذهب عنهم كل ذلك يا مناس في ستر وفي لمحة عين فضح بشيء ولا صور بشيء ولا اسأل الله يا ربي أنت أعطيتني نعمة الأولاد أعوذ بك من زوال نعمتك إذا دخلت إلى بيتك وشفت عيالك بخير وطيبين أعوذ بك من زوال نعمتك قمت الصبح وتتمغط وتحك عينك وتوخر الفراش عنك غيرك ترى استيقاظه من النوم هو مجرد فتح العينين بس مجرد مشلول من عشرين سنة وثلاثين سنة يقول أخونا كنت تعرفون الأخ عبد الله بانعمة من الدعاة وهو رجل عند الشلل رباعي ما يتحرك إلا رأسه يقول كنت أظن أني أنا ما في أحد في العالم أعظم مصيبة مني يعني هو يتكلم ويرى ويسمع أهله شغلون لها التلفزيون شغلون لها يعني بعض البرامج ويشاهدها ويتثقف ويتعلم ويلقي كلمات للناس يقول كنت أظن ما في أحد أعظم مني أنا لو يأتي ذباب على وجهي ما استطعت حركه يقول حتى سمعت بشخص عند الشلل رباعي وفي نفس الوقت أبكم وأصم لا يسمع ولا يتكلم يقول على الأقل وأنا في شللي أقول أعطوني ماء أعطوني طعام شغل المكيف طف المكيف شغل التلفزيون طف التلفزيون أنادي يا أمي يا كذا يقول هذا المسكين لا يسمع ولا يتكلم أنت عطشان كيف يفهمون أنا جائع كيف يقعد يناديهم قل اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك ليس لازم أن تكون دائما أدعيتنا إيش في مريضي وقضي ديني النعمة اللي ربي أعطاك اسأل الله أن يبقيها عندك ثم قال عليه الصلاة والسلام وفجاءة نقمتك أعوذ بك من فجاءة نقمتك يعني أن تأتيني مصيبة فجأة أعوذ بك من فجاءة نقمتك لأنه قد تنزل بالعبد مصيبة ما حسب لها حسابا كنت مرة في المدينة اللهم صلي وسلم على رسول الله وقال لي أحد الزمنة هناك قال لي نريد أن نزور الدكتور فلان قلت لماذا؟ قال نعزيه قلت نعزيه في من؟ قال هذا عنده 11 أولاد وبنات وزوجته رقم 12 وعمره 55 أو 60 يقول فولده الكبير متخرج من الجامعة وعندهم عرص في القصيم فأخذ الابن الأم والأولاد كلهم وذهبوا إلى القصيم لحضور هذا الزواج قال لهم أبوهم الأب بقي في المدينة عنده اختبارات تبع الجامعة وتصحيح فقال لهم أرقدوا في القصيم لا ترجعوا نام يا ولدي وبكرة امشوا قال ولد لا نبغى نرجع نفس الليلة الطريق واسع وأخذ الأب كل نصف ساعة يتصل ها هين وصلتوا يكلم الأم انتبه لا ينام الولد ها طيب وقفوا إذا فيكم النوم أرقدوا وأب يتابع أولاده عادي والأم جميع اللي في السيارة ناموا إلا هي والولد السواك وهي تجاهد نفسها تحاول تسولف تتكلم حتى تطير النوم عنه فلما بقي قرابة 150 كيلو على المدينة صار لهم حادث وماتوا كلهم كلهم الرجل نزلت عليه هذه المصيبة بعدما كان قريب من الثلاثين سنة مع البيت مليان عيال وأطفال وإذا تأتيه المصيبة فجأة يا نائم الليل مسرورا بأوله إن المصائب قد يترقن أسحار الرجل وصل له الخبر كاد أن يجن برضو أب ودفنهم كلهم وكأنه يقطع قلبه يقول رجعت البيت وأجد السيكل على جنب طايح ما أحد حركه من يومين لأن حمود اللي كان يلعب بالسيكل مات ألقى دفاتر كذا وأقلام هذه حقة خلود وأحمد ماتوا قل أعوذ بك من فجاءة نقمتك دائماً ادعو بهالدعاء ترى ممكن يحصل مصيبة للإنسان والله يا إخواني قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عندنا في البيت الغاز الكبير هذا اللي تعبيك كل ستة شهر ففرغ الغاز واتصل بشركة الغاز تعالوا وعبوه أعطواهني قالوا طيب بكرة أو بعده حسب الزحام وحسب أعطيتهم وصف البيت البيت ما في غاز فالأهل خذوا دب سرندل الغاز اللي عند السواك وحطوه في المطبخ وفصلوا اللي من المصورة حقة الغاز الرئيسي وشبكوها في الغاز الصغير هذا وصاروا يستعملونه وبقيت المصورة مفتوحة على المطبخ يعني على اعتبار البرميل الكبير فارغ وجد شركة الغاز وفتح لهم الساق الباب اللي عند الغاز وعبأوه والله أنا موجود فوق في الدور الثاني وأشم ريحة غاز في البيت يا جماعة وش اللي حاصل غاز في البيت والبيت مليء أطفال وأنزل أنظر وإذا الغاز يتعبأ في البرميل الكبير ويتسرب مباشرة إلى المطبخ لأن الليل اللي كان في المصورة منزوع والمصورة ما عليها قفل يعني وإذا المطبخ كله غاز والصالة غاز والدرج والغرفة واصل عندي فوق يعني لو واحد لو يعني أحد من البنات ولا العيال ولا ولا الأم العيال ادخلت المطبخ بس وأشعلت احترق البيت يحترق على أقل المطبخ باللي فيه ويمتد الحريق إلى إلى ما بعد مثل ما نسمع في قصص مباشرة وأبدأ يقول لا تشعلون شيء وانتبهوا افتحوا الدرايش افتحوا كل شيء ويا الله طلعت الريحة يمكن بعد ساعة ونص ولا ساعتين والله جلست افكر في المصيبة اللي كان ممكن تحصل فجأة فعلا كممكن تحصل فجأة مصيبة فقلت والله ما يحمي من هذا إلا الدعاء وأذكار الصباح والمساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح إذا حافظت على هذا الدعاء أذكار الصباح والمساء حماك الله تعالى كما قال الله ويرسل عليكم إيش حفظه ويرسل عليكم حفظه وقال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه ماذا يفعلون يحفظونه من اللي أمرهم من أمر الله يحفظونه من أمر الله الله اللي أمرهم أن يحفظوا وهذا من بركة الدعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك ثم قال وتحول عافيتك أنت يا ربي تحول يعني أنت قال أنت يا ربي عافيتني في سمعي عافيتني في بصري عافيتني في عرضي أعوذ بك يا ربي أن يتحول هذا إلى غيري وتحول عافيتك ثم قال وجميع سخطك لا تسخط علي في عيني فأعمى ولا في أذني فأصم ولا في رساني فأبكم أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك شوف هذا يا جماعة نوع من الدعاء يعني لا يكن دعاؤنا دائما فقط اقضي ديني واشفي مريضي واكفني شر فلان أنت قبل لا ينزل بك المشكلة ادعو الله أني يكفيك شرها وقال عليه الصلاة والسلام من دعاءه يقول اللهم إني أسألك عيش السعداء كيف السعداء عيشين مع نسائهم كيف عيشين مع أولادهم كيف عيشين مع بيوتهم كيف عيشين مع صحتهم يا ربي أعطني هذا النوع من العيش اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء شوف ما أجمل هذا الدعاء وأعوذ بك ربي من جهد البلاء أن يأتيني بلاء يجهدني ودرك الشقاء يعني سبل الشقاء أني باشتغل في تجارة أمشي مع طريق شقاء أني بأدرس أمشي مع طريق شقاء أبتزوج أجيب حرمة تشقيني أرزق بأولاد إعيال يشقوني سيارة سيارة تشقيني أعوذ بك من درك الشقاء أي طريق يا ربي فيه شقاء أبعد عني يا ربي شوف الدعاء كيف جميل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء يا ربي ممكن ينزل قضاء مرض وقضاء صحة أنا أريد القضاء السليم المفرح وليس القضاء السيء يا ربي ممكن ينزل قضاء مشكلة بين زوجين أعوذ بك يا ربي أن ينزل في بيتي ممكن ينزل قضاء تعاطي مخدرات أعوذ بك يا ربي أن يصير في بيتي بين عيالي ممكن ينزل قضاء سرقة على بيت أعوذ بك يا ربي أن يكون في بيتي هذا معنى أعوذ بك من سوء القضاء ثم قال وشماتت الأعداء أعوذ بك يا ربي من شماتة الأعداء أن يشمت بك الأعداء لفقرك أو لفساد شأن ولدك أو لمشكلة وقعت عليك وشماتت الأعداء وختاما الدعاء أنواع فيه أدعية تقال في الصباح والمساء والله يا إخواني إن لها من التأثير في حياتك أشياء لا تدركها إلا إذا حافظت عليها وأرسل الله عليك حفظه يعني من أدعية الصباح والمساء اللي يقولها الواحد في الصباح والمساء لا تتركها أبداً يا جماعة إذا كان أغنى الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر وأصلحهم يحافظ عليها فكيف يبينى نحن من ضمنها أن يقول في الصباح والمساء لاحظي كررها مرتين في اليوم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هذا يا جماعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في الصباح والمساء قله في الصباح والمساء لا تتركها أبداً وكان من دعائه يقول عليه الصلاة والسلام الله وكان يعلمه أبا بكر يقول يا أبا بكر قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك إيش؟ اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ربك كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أني أتصرف تصرفي جر لمشاكل أو أجره إلى مسلم وكم من إنسان تصرف تصرفه يسوق السيارة ولا تصرف تصرفه في البقالة ولا تصرف تصرفه في عمله وجر عليه مشاكل ناس مسجونين يقولك والله دخلت البقالة وصار بينه وبفناء مشكلة وخدت سكين وطعنته والأم حكم عليه قصاص أو مدري إيش في السيارة وصار كذا وفحطت ولا فحط ولا لفيت غلط وصدمته وصار كذا ولذلك يقول وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى أحد ويقول عليه الصلاة والسلام شو من الأدعية أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله هو كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم اللي بينزل في هذا اليوم من خير أعطني منه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم إن كان في هذا اليوم مشاكل احمني منها إن كان في هذا اليوم فقر احمني منه وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر ولذلك تجد بعض الناس يصل عمره إلى تسعين وخمسة وتسعين سنة وهو ما شاء الله ما عنده سوء كبر يعني لا يزال بصره معه وسمعه معه معافة يقول لك هذا لأني أدعو بهذا الدعاء منذ أن كنت صغيرا هذه إخواني أدعيها قلها دائما في الصباح والمساء لا تتركها أبدا أجعلها معك في ورقة ولا خلها في جوالك لا تتركها أبدا هذه من الأدعيها التي يشرع الإنسان أن يكررها وغير ذلك من أذكار الصباح والمساء والدعاء حتى يستجاب له آداب شرعية من ضمن هذه الآداب أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام له عجلت أيها المصلي أيها المصلي يعني أيها الداعي استعجلت عجلت أيها المصلي دائما في دعائك إما في أوله أو أوسطه أو آخره تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من آداب الدعاء من آداب الدعاء إذا كان وقت طويل في الدعاء أنك تبدأ بالثناء على الله يا رحيم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز إلى من ألجأ إذا لم ألجأ إليك هذا الجمال في الكلام والمدح لرب العالمين إذا قدمته في الدعاء يكون هذا أولى بالسجابة دعائك ثم هذا المرحلة الأولى أنك تذكر عظمة الله ثم تذكر حاجتك تقول وأنا الفقير أنا المسكين أنا يا ربي الضعيف بين يديك ثم بعد ذلك تذكر الغرض من الدعاء ايش في مريضي اقضي ديني ارزقني إلى آخره إذا تيسر أنك ترتب الدعاء بهذا الترتيب فحسن مثل ما رتبها الله في سورة الفاتحة فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين هذه ثناء على الله الرحمن الرحيم ثناء مالك يوم الدين ثناء إياك نعبد وإياك نستعين هذا اعتراف بالعبودية هو الضعف ثم جاء الغرض اهدنا الصراط المستقيم هذا من آداب الدعاء من آداب الدعاء أيضا اللا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم واحد مثلا مخطط يروح إلى بلد عشان يفسق ويفجر ويشرب خمر وكذا فيقول يا رب وفقني إني ألقى حجز يا رب رزقني فلوس عشان أسافري لذاك البلد ما يجوز تدعو بإثم ولا قطيعة رحم بينك ومن أخيك مشكلة فتقول يا رب لا تجعلني أراهل أن أموت ما يجوز تدعو بقطيعة رحم ومن آداب الدعاء أن تتخير أوقات الدعاء التي فيها الإجابة ها ساعدوني ما هي الأوقات التي يستحب فيها الدعاء خلنا نختم بها المحاضرة ها قالوا عند نزول المطر ها قبل الساعة التي يوم الجمعة الساعة اليوم الجمعة اختلف فيها قيل قيل الساعة يوم الجمعة هي ما بين صعود الإمام المنبر إلى نهاية الصلاة طيب ما هو الإمام يخطب كيف أدعو أدعو بين الخطبتين أدعو أثناء صلاة الجمعة أثناء الصلاة في السجود وقبل السلام من الصلاة أدعو هذا قول أنها ما بين صعود الإمام إلى نهاية الصلاة وقيل هي ما قبل ما بعد العصر إلى إلى غياب الشمس هذا أيضا مما يعني يؤمل أن يستجاب في الدعاء ها هذول أثنين قبل الأذان قبل المغرب نعم وقبل الإفطار في رمضان سواء قبل الإفطار أو للصائم دعوة مستجابة عموما ها وعند التقاء الصفين في القتال ها نعم والثلث الأخير من الليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بقي من الثلث الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه فذاو تيسر لك تقوم قبل الفجر بشوي وتدعو الله معناها أنك حققت فعلا الموضع الذي الذي يدعى فيها من الأوقات أيضا دعاء المسافر نعم دعاء يوم عرفة ها دعاء في السجود أيضا عند الاستيقاظ من النوم تقال الأذكار تقال الأذكار الاستيقاظ ها دعوة المظلوم أيضا هذه مستجابة ها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في جنتك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين اللهم آمنا في ديارنا اللهم آمنا في ديارنا اللهم ممكن للحق وأهله في اليمن اللهم ممكن للحق وأهله في اليمن اللهم وحم جنودنا على الحدود يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال أهلنا في بلاد الشام اللهم أسبغ عليهم نعمتك في كل مكان يا حيا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حيا قيوم وأسأل الله تعالى أن يحفظكم في هذا البلد الطيب وأشكر لكم هذا الحضور المبارك